السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالعادة قبل ما نبدأ شرح درسنا النهاردة المهم جدا ولو انتو بتشوفوني لأول مرة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بجميع دروس الترم التاني اول باول وكمان المراجعات النهاردة حلقة قوية جدا عن Life Story Problems ولكن لو انتو حابين تسمعوا شرح الدرس اللي فات انا حتتركوا في الدسكريبشن في صندوق الوصفة اسفل الفيديو ده رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي وكمان رابط قائمة التشغيل عشان تقدروا توصلوا لأي درس من دروس الترم التاني وعشان ما اطولش عليكم لان حلقة النهاردة داثمة جدا بخصوص Life Story Problems للAddition والSubtraction يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة كيف بكبرية اليها? In all All together Find the sum Left Remainder difference in all, all together find the sum كل دي expressions أو vocabularies ممكن نلاقيها موجودة في life story problems الخاصة بالaddition operation يعني في عملية الجمعة لما منشوف كلمة in all أو كلمة together أو كلمة total أو كلمة total sum أو كلمة find the sum بنعرف إن المطلوب مني في الحالة دي إن أنا أعمل add للنumbers اللي موجودة في ال story لما بشوف كلمة left أو reminder أنا ببقى عارف أو difference ببقى عارف إن ال operation اللي أنا هعملها دلوقتي هي subtraction في اللي فاتي تكلمنا إزاي نعمل adding or subtracting using mental math strategy نستخدم استراتيجيات الحساب الزهني علشان نقدر نجري عملية الجمعة والطرح بسهولة النهاردة في الليسن بتاعنا هنبدأ نكون story بنفسنا على النمبرز اللي موجودة قدامكو دي واللي المفروض التيتشيرز في الليسن ده لو هما بيحضروا لي وعايزين يعرفوا هيعملوا إيه على البورد في اليوم ده هيكتبوا كل الـ problems دي على البورد ويطلبوا من الولاد إن هما ينقلوها عندهم علشان يبدأوا يكونوا عليها stories في أول حاجة عندنا 34 plus 88 بعدها 82 minus 38 بعدها 140 minus 65 بعدها 86 plus 95 بعدها 218 plus 85 184 minus 29 358 minus 257 230 minus 157 347 plus 256 500 minus 256 أنا جبت المسائل دي منين جبتها من دليل المعلم دليل المعلم موجود في المسائل دي بحيث إن التيتشير يبدأ يدرب عليها الولاد طب يقف في الكلاس يقولهم إيه بعد ما كتبها على الولاد بعد ما كتب الأسئلة دي على البورد يقف يقولي الولاد إيه يقولهم in our last math class we explore different strategies for solving addition and subtraction problems today you are going to challenge yourself by writing story problems and solving them let's look at the problems I wrote on the port there are a lot of them some have two digit numbers others have three digit numbers يعني بيقولهم في الدخس اللي بات اه اتعلمنا إزاي نستخدم استراتيجيات مختلفة علشان نحل مسائل الجامعة والطرح ولكن النهار ده هنتحدى نفسنا وهنكتب قصص اللي هي life story problems مسائل كلامية على عملية الaddition and operation اللي موجودة قدامكو دي على البورد وتعالوا ننظر للمسائل المكتوبة هنبص نلاقي بعضها مكاوم من ثلاث أرقام بعدها مكاوم من رقمين بغض النظر أنا هترك لكم الحرية إن انتوا تفكروا وتبدأوا تقترحوا stories وطبعا التيتشر هنا دوره mentoring يعني بيساعد الولاد بيرشدهم يبدأوا هم يحكوا قصص ويتخيلوها وهو ممكن يساعدهم هنا في السياغتها بعد ما هم اللي اقترحوا الstory أول حاجة عندنا لو أنا عندي 34 plus 88 طبعا المسائل كتيرة جدا لو أنا عملت stories على المسائل دي كلها الفيديو هيكون طويل جدا على حضراتكو علشان كده أنا حاولت قدر الإمكان أختار منها مجموعة وأسيب لكم الباقي الولاد يبدأوا يفكروا فيه طبعا كالعادة بتبعتولي إجابات أولادكو على جروبي مثلا discover which i'ma سعيد أو على جروبي دروسنا في بيتنا مجانا على فيسبوك وأنا ببدأ أشوف الإجابات دي وبصححها وبكتب أسماء الأولاد دايما اللي بيشاركوا معايا في كل شابتر ده شابتر 6 والأخير في الترم الثاني اللسنز من أول 111 لحد 120 كل اللي هيبعتلي الإجابات لللسنز من أول 111 لحد 120 بتكرموا في آخر فيديو في الشابتر ده اللي هو هيكون آخر فيديو في شرح الترم وبعد كده هنبدأ فيديوهات المراجعات 34 plus 88 نركز بس إن أنا لو عندي حاجة من الإكسبريشنز اللي احنا تكلمنا عنها زي in all أو altogether أو find some يبقى العملية بتاعتنا هي addition أو كلمة total أو total sum لو عندي left أو remainder أو difference يبقى العملية subtraction هنسمع من الطابة لستوريز بتاعتهم وبعد كده هنبدأ نساعدهم في صياغة ستوري ممكن حد من الولاد مثلا يقترح ستوري زي دي شاري ريد 34 page on Saturday and 88 pages on Sunday what is the total page does sherry read يا ترى شاري قرد في اليومين الاتنين كام صفحة هي قرد يوم السبت 34 صفحة وقرد يوم الحد 88 صفحة طبعا هنا هتعمل ايه مدام الكلمة total page does sherry read يعني عايز المجموع الكل للصفحات اللي قرأتها ما هيبقى انا هقول 34 plus 88 ادي 34 ممكن نعمل لها decompose ل30 plus 4 وال88 نعمل لها decompose ل80 plus 8 بعد كده add once يعني هعمل add لل4 وال8 مع بعض وadd tense هنعمل add لل30 وال80 مع بعض 4 plus 8 equals 12 و30 plus 80 equals 110 so 110 plus 12 equals 122 pages يعني شاري read 122 pages عملنا كده ازاي عملنا ستوري عادية جدا واحد تخيل ان في واحدة اسمها شاري قرأت 34 صفحة في يوم السابت ورجعت قرأت 88 صفحة في يوم الحد وبيسأل عن عدد الصفحات الكل اللي قردتها في اليومين فبنعمل عملية addition باللستراتيجية اللي تعجبكم هتستخدموا decomposing okay هتستخدموا double of number هتستخدموا making 10 strategy اي ان كان الاستراتيجية اللي انتوا هتستخدموها اهم حاجة in general في النهاية المجموع اللي هيكون 122 another example 140 minus 65 لو احنا عايزين نعمل على البروبلم دي life story problem ممكن الولاد يقترحوا او يتخيلوا ان فيه مصنع مصنع المصابيح دي هو صنع مية واربعين مصباح لكن فيه 65 مصباح منهم اتكسروا what is the number of lamps that can still be used يا ترى ايه هو عدد المصابيح اللي ممكن نستخدمها لحد الوقتي بعد ما اتكسر 65 من المصابيح طبعا انا عندي the number of lamps that can still be used equal the number of lamps made minus the number of lamps broken عدد المصابيح اللي تم تصنيعها ونشيل منها عدد المصابيح اللي اتكسرت وبازت يعني هنقول 140 minus 65 لسه اللي فات على طول انا اددتكم استراتيجي كده ازاي نفكر منتلي ونطلع الحل بسهولة ولو انتو حابين تسمعوا الفيديو اكتر وتستفيدوا من الشرح اكتر اضغطت الفيديو ده على طول في صندوق الوصفة هتلاقوا كلمة رابط الدرس السابق تضغط على الرابط هتنتقل على طول الدرس وتسمع الشرح بالتفصيل لو انت مشتركتش في القناة يفضل ان انت تضغط دلوقتي على اشتراك هتلاقي جنبها الجرس تضغط عليها وتختارك كل كده اي فيديو جديد هينزل هيجيلك باشعار طبعا هنا هنعمل ايه هنفكر منتلي شوية هنقول انا ممكن اقول 140-6 اللي في التنث دي اللي هي 60 140-610 equals 80 طب انا كده عملت سابتراكت للتنث لسه فاضل عندي ان انا اشيل 5 اللي في الوانس يعني هنقول 80-5 and 1 equals 75 ده اسهل بكتير من ان انا اقول 0-5 it can't it's impossible so borrow from 4 4 becomes 3 and 0 becomes 10 10-5 equals 5 and 3-6 it can't so borrow from 1 1 becomes 0 3 becomes 13 13-6 equals 7 دي الطريقة اللي النس بتستسيل او بتعتبرها سهلة لكن انا شايفة ان المنتلي جابي الإجابة بسهولة من غير ما عودة استلف او اعمل كري او اي حاجة another question عمر بود 2 جاكتز if the price of the first one is 218 pounds and the price of the second one is 85 find what عمر بيد عمر راح اشترى جاكتز بدل ما اشتري واحد راح اشترى اتنين كان سعر الاولاني 218 pounds وكان سعر الثاني 85 pounds عايزين نعرف هو دفع كم في النهاية بعد ما اشترى الاثنين what عمر بيد equals 218 plus 85 excellent هو اشترى كم جاكت اشترى اتنين سعر الاولاني 218 وسعر الثاني 85 فبالتالي انا هبدأ افكر الاسهل علي ان انا اجمع 218 plus 80 الاول يعني اقول 218 plus 80 equals 298 بس انا عندي 85 مش 80 يعني انا لسه محتاج اعمل اد لل5 طب ال5 ones دول equal a 2 ones plus 3 ones لان 298 اسهل انها اضف لها 2 فال298 لما اضف لها 2 تبقى 300 وكده هيفضل عندي 3 في الاخر 300 plus 3 equal 303 طب فيه حد شايف ان الاستراتيجي دي ما جاتش على دماغ الولاد وصعب عليهم هم حابين يحلوا بطريقة تانية هم حابين يحلوا بالdecomposing مفيش مشكلة هم حابين يحلوا بالplace value table تمام مفيش مشكلة هم حابين يحلوا بالطريقة العادية جدا سيقول 8 plus 5 13 3 and carry 1 1 plus 1 equals 2 plus 8 equals 10 0 and carry 1 plus 2 equals 3 والنتج في النهاية هيطلع 300 and 3 برضو اجابة صحيحة طالما هنا الهدف ان هو يكون story problem اذا انا مش هكبره يحل باي استراتيجية معينة في الاجابة اهم حاجة ان هو كون ال story صح حدد ال operation صح وطلع النتج صح باي استراتيجية تعجبه لكن بشكل صحيح another story امل had 230 pounds she bought a dress for 157 pounds find what left with امل امل كان معها 230 جنيه she bought a dress مبروك عليك امل 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 اشترت فستان جديد لعيد 157 pounds 157 جنيه find what left with امل يطرع هيفضل معها كام امل كان معها 230 واشترت الفستان الجديد للعيد ب 157 جنيه يطرع فضل مع امل كام what left with امل equals 230 minus 157 المبلغ اللي كان معها اللي هو 230 minus المبلغ اللي دفعته في الادرس اللي هو 157 طيب الاسهل علي ان انا اقول 230 اللي كانوا معها minus 100 الاول فبالتالي هيفضل عندي 130 بعد كده لسه محتاج اعمل subtract لل57 اعمل subtract لل50 الاول هنقول 130 minus 50 يديني 80 كده 80 minus 7 هتديني 73 وكده انا مشيت steps mentally حساب عقلي ولكن وصلت للناتق طب حد عايزي حلها بطريقة subtraction البسيطة بالنسباله يقول 0 minus 7 it's impossible so 0 becomes 10 10 minus 7 3 2 minus 5 it can't borrow from 2 becomes 1 and 2 10 becomes 12 12 minus 5 equals 7 and 1 minus 1 equals 0 الناتق برضو يطلع 73 برضو اجابة صحيحة هيحل بالdecomposing اجابة صحيحة هيحل بالplace value table اجابة صحيحة اي ان كانت طريقة المهم ان في النهاية what left with amal is 73 pounds كلمة left او remainder او difference هي دي اللي بتعرفني ان ال operation اللي عندنا subtraction طيب في ال student book بقى في اللسون ده في اللي هو lesson 117 بيقوله choose one addition problem and one subtraction problem from the board من المسائل اللي كانت موجودة عالبورت اللي انا كنت احطاها في اول شريحة في الفيديو write them below then write a story problem for each of them finally solve the problem and record your answer انا بدأت بالجزء بتاع ال addition operation ممكن تختاروا اي operation موجودة في المسائل اللي انا كنت كتبها في الشريحة الاولى ولتكن 86 plus 95 ممكن نعمل عليها اي story بس يكون ترتبط بالaddition يعني لما نقول Lily has 86 apples and his brother علي has 95 apples how many apples does they have all together all together يعني هما الاثنين مع بعض كان معهم كم من ال apples طيب Lily كم معها كم كان معها 86 واخوها علي كم معها كم كان معها 95 هما الاثنين مع بعض هيكون معهم كم باي strategy تقدروا تحلوها يعني هنقول لو هنستخدم decomposing ال 86 هنحولها ال 80 plus 6 و ال 95 هنحولها ال 90 plus 5 بعد كده هنعمل adding لل once يعني هناخد ال 6 و 5 مع بعض هيدوني 11 adding لل 10 هناخد ال 8 و 9 مع بعض هيدوني 17 طبعا 17 and 10 which is 170 170 plus 11 equals 181 يعني في النهاية هما الاثنين مع بعض معيهم 181 apples وصلنا للجزء الخاص بال subtraction problem برضو في ال student book طالب منك ان انت تختار مسألة من المسائل تكون خاصة بعملية subtraction وتعمل لها story وليكن 184 minus 29 ممكن نقول رغد had 184 pounds she bought a visa for 29 pounds now how much money is left with رغد رغد كان معها 180 جنيه واشتريت بيزا ب 29 pounds 29 جنيه يطرف فضل معاها كام شايفين كلمة left هي اللي عرفتني ان العملية دي subtraction يعني انا كده صغط ال story بشكل صحيح زلت ماني واز رغد 184 minus 29 طبعا الاسهل ان انا اقول minus 30 وارجع ازود 1 للناتج لان 29 فضل لها 1 وتبقى 30 فانقول 184 minus 30 equals 154 154 plus 1 equals 155 pounds طبعا لو هيحل بالستراتيجي العادية للsubtraction اللي هي الطرح بالاستلاف ما فيش اي مشكلة خالص وبكده انا وصلت لنهاية فيديو النهاردة لو كانت الحلقة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو شير للفيديو ده كتير جدا لان الناس كتير بتسأل على live story problems سواء الaddition او subtraction مستنية تعليقاتكم واعجباتكم ومشاركتكم معايا اشوفكم على خير اللسن الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة